وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل حصار سلافوتيتش شمالاً ولا تكف عن محاولة السيطرة على تشير نيهيذ وأضافت الهيئة أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على عدة مناطق في سومي وإزيوم مشيرة إلى أن القوات الروسية تحاول الاستلاء على بوفاسنايا وماريوبول كما حاولت اقتحام مدينة كراسنو هاريفكا وكبدتهم خسائر فادحة